انتهت هيئة قناة السويس من أعمال بناء 25 مركب صيد و50 قارب للعمل بالبحيرات المصرية جاء ذلك تنفيذ لتوجهة سيد رئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جهود تحديث أسطول الصيد المصري وتشجيه الشركة مع القطاع الخاص أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع خلال جولة التفاقدية بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أكد أن مشروع تطوير أسطول الصيد المصري يحقق التكامل المنشود مع المشروع القومي العملاق لتطوير البحيرات المصرية كما أعرب الفريق ربيع عن تطلعه لما يحمله المستقبل من فرص وعدة نحو توطين صناعة الوحدات البحرية المختلفة في مصر